بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً وسهلاً بكم استعمالات من، وهي في الأساس من حرف جر أصلي ولها معاني كثيرة في اللغة العربية نتكلم عن بعض هذه المعاني أولاً تستخدم من كحرف ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية مثال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة هنا من أو من من هنا تفيد الغاية الزمانية من الجمعة إلى الجمعة سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نراحل هنا كلمة من وهي تفيد الغاية المكانية الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام فمن هنا تفيد الغاية المكانية وأيضاً تستعمل من للطبيعية يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نلاحظنا كلمة مما هي من ما أي بعض ما تحبون فهي هنا للتبعيد أيضا تستخدم من لبيان الجنس جنس الشيء يعني نقول هذا متر من قماش من قماش وأيضا نقول كم من بلد زرت فأيضا يعني تدخل من على التمييز لتبين وتزيل الإبهام وتوضح هذا الإبهام فيقول الله سبحانه وتعالى مهما تأتينا به من آية لتصحرنا فهنا مهما من هنا تأتينا من آية من آية لتصحرنا فهنا نقول أن أتت من بعد مهما لتزيل الإبهام وأيضا بعد مهما لتزيل الإبهام والإبهام هو الشيء الغير واضح أيضا تستخدم من للتعليل نقول الله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا مما فهنا من ما أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا فهنا من بمعنى التعليل أيضا من تعني البدل يقول الله سبحانه وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا من الآخرة وأيضا قد تستخدم من بمعنى عن يقول يقول الله سبحانه وتعالى يا ويلتنا قد كنا في غفلة من هذا نرحزنا كلمة من هنا أي عن هذا هذه بعض الاستخدامات بعض الاستخدامات لحرف الجر من هذا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر